كمان من ضمن الحاجات اللي نحب فيها أولادنا على الصلاة ودي سادس نقطة إن أنا أكلمهم عن أهمية الصلاة طيب قبل سنة خمس سنينة ومش هيفاموا بيحاكوا وبيشاهدوا لكن بعد سبعة مميز قولي تقرب البن العبد ورب تفتح يا ابن أبواب الجنة كلها بتساهل أمورك بتشرح استدرك تخليك مبسوط تزهب السيئات تجرب الحسنات تنور القلوب تحفظ العبد تنور القب كل طبعا بخاطب كل مرحلة سنية بما يتوافق بالكلام اللي أنا أقوله ده بما هم يفهمون بس سبعة مميز يفهم الكلام ده سبعة خطوة إن أنا كأب وكأم أفرح وظهر كده السعادة والفرح لما أشوف ابني بيستعد للصلاة وأنا ذات نفسي باستعد للصلاة مش أعلم أبقى وكسل أنا ومش أدري ومش أعرف أقول لا وأنا راحة وسعيدة راحة للوضوء إن شاء الله ربنا يغفر للزنوب كلها يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والسعادة والنا راحة والمصلاة كده يلا يروح الحمد لله ربنا يغفر لنا دلوقتي نروح نكلم ربنا يلا الصلاة الصلاة لما يشوفك أنت بتعمل كده ويشوفك أنت كأم بتعملي كده كمان من ضمن الخطوات وتعتبر دي الخط رقم تمانية إن أنا أتكلم أولادي دايما الحديث دايما عن عظمة الله سبحانه وتعالى إحنا بنصلي ربنا مين؟ العظيم الواحد والأحد إحنا محتاجين ربنا هو الغني ونحن الفقراء وده التوحيد اللي تكلمنا عليه الحلقة اللي فاته عشان ربنا يرحمنا بنصلي عشان ربنا يرحمنا ودخلنا في عباده الصالحين عشان ننرد ربنا سبحانه وتعالى والجنة مش هنقولها إلا بالصلاة إتمام الصلاة تسع خطوة إنك تستعد أصلاً إن أنا أستعدي البنات بنجيب لها الإزدالات الجميلة والأولاد يجيبوا اللبس الجميل والطائية والجلابية التحفة ويلا للصلاة وإن أنا بستعد للصلاة دية أكتر من استعداد ياسي حنخرج عشان راحين لتاتة عشان نقطة إن أنا أعلمهم إزاي توضوا بتبقى هيسة جداً جاردت عمليها في الصفة ابداية خصوصاً مع سنة ثلاث سنين واربع سنين يفرحوا جداً ويقوموا جاي وإيه وتابع معاهم توضوا بصح لا ده قبل ده لا ده سلاساً لا ما غسطت رأس مرة الأذن من الداخل إلى الخارج وهكذا والمتابعة المستمرة معاهم كمان من الحاجات الجميلة إن أنا أعملها برضو تحبب أولادي في الصلاة أعمل ركنة في البيت للصلاة مكان مخصص للصلاة ولما يبلغوا سبع سنين يلا حفلة الصلاة يلا لسن سبع سنين يلا أولادي خلاص إننا هنعلمهم الصلاة بسنين سبع سنين ومجاز ده حاجة جميلة جد وأعمل حفلة بتاعة سبع جاب العيال بقى أصحابهم ومجازة بتبقى حفلة جميلة أكلمهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أخلي النبي صلى الله عليه وسلم لهم قدوة في موضوع الصلاة أريح نبيه لعيز أي حاجة روح يصلي تيه ماما قوليني ما هالحاجة جاي لا حبيب والله يقول للربنا روح يصلي وقول للربنا يعطيك الحاجة عشان ربنا يسخر خلبي لك يتعلموا أي حاجة عايزيني أروح يصلي كمان من ضمن الحاجات التحفيز دول 12 رقصة أخلي بالكم التحفيز المكافأة المسابقات بتاعة الأسئلة عن الصلاة أتكلم عن عدد رقعتها في يوم جلسة العيلة للأسبوعين إحنا متفقين عليه تعالوا تعالوا ما أديكم النهاردة هديت الحلقة نموذج لأسئلة المسابقات بتاعة الصلاة منها معلومة منها ومنها مسابقات السؤال وجواب وتدي طبعا المكافقات وبقى الهداء الحلوى اللي أنت بتعمليه وخليها في يوم جلسة العيلة نقول إيه يعني أنا عامل إيه قديني بقولك أهو فضل أقوله فضل المحافظة على الصلاة هم يقولوا كده إن شاء الله بنعملها ببطايق كده بألوان أو باستيكر وهم بيعلقوه وبعد كده كل واحد ياخد اتنين تلاتة ويقوم يقولها فضل الصلاة نور للمسلم يوم القيامة نور له في حياته الدنيا اتنين محور الصلاة بتمح الخطايا وبتتطهر النفس من الزنوب ومن الأسان بتكفر السيئات الصلاة الله عز وجل يغفر بهالذنوب يغفر بينها ما بين وما بين الصلاة والصلاة ما هيكفرها للزنوب واعلمهم كده من ضمن الأسئلة كمان أفضل الأعمال والإجابات أفضل أعمال بعد شهادة الليلة ومحمد رسول الله هي الصلاة صلاة على وقتها كمان الله سبحانه وتعالى يرفع بالصلاة درجة تكتبي الكلام ده وعملي عليه أسئلة وخليهم كده في الطاقة مقفولة وفي جلسة العلاء يقولون الصلاة بتدخل المسلم لإيه؟ الجنة برفقة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إنه بأصحاب نبي صلى الله عليه وسلم وأيوا إن شاء الله في الجنة بإذن الله إيه كمان؟ ما هو الرباط؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر من خرج إلى صلاة مكتوبة بأجر الحاج المحرم هاستخد أجر إزاي الحج وإنك تبقى محرم من غير ما تروح مكة اخرج لصلاة مكتوب أكتب دي الأسئلة دي وحطها له كمان من ضمن الأسئلة ما هي أول ما يحسب عليها العبد يوم القيام؟ الصلاة يعد المسلم في الصلاة؟ آه إيه؟ إيه؟ لو رجع حتى يرجع البيت ويخرج منها حسنات مكتوبة ترفع درجة وتحط خطيئة وتحط له حسنا إيه الجمال ده؟ المصلي في صلاة مدامة فيهو في الصلاة خلاص أنا قاعد مستني الصلاة فأنا في الصلاة وقاعد في الصلاة ما تلعجش منها فأنا في صلاة وأخذ سابقه وأخذ سابقه طب الملايكة تفضل تصلي علي في المصلاة بتاعي طالما أنا قاعد ولسه ما فرقتش تصلي علي تصلي علي